أما حكاية ولادة الصدوق فإنها معروفة جدا والشيعة في ذلك الزمان كانوا يتناقلونها يتناقلونها في الكتب يتناقلونها على الألسنة إنه أمر شائع ومعروف جدا الصدوق نفسه رضوان الله تعالى عليه أثبتها في كتابه كمال الدين وتمام النعمة نحن نثق بالصدوق لا نكذبه الصدوق صدوق نحن لا نكذبه هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا دين العترة لا نقدسهم لا نقول بعصمتهم إنهم أناس عاديون الصدوق شيعي حاله كحالك لكنه بذل جهدا عظيما في نقل حديث أهل البيت وإصاله إلينا ولولا الصدوق وأمثال الصدوق ما وصل دين العترة إلينا هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة وهذا الكتاب مثل ما قال الصدوق في المقدمة من أنه رأى الإمام الحجة في المنام وأمره أن يؤلف كتابا والإمام حدد له الموضوع أن يؤلف كتابا يذكر فيه غيبات الأنبياء الصدوق له أكثر من كتاب في الغيبة في عالم المنام حينما قال له الإمام صنف كتابا في الغيبة قال للإمام لقد صنفت في الغيبة قال لا صنف كتابا جديدا في الغيبة وتحدث فيه عن غيبات الأنبياء فألف هذا الكتاب وذكر حكاية ولادته بدعاء الإمام الحجة الرجل لا يكذب الرجل صادق صفحة 529 إنه الحديث الحادي والثلاثون لا أريد أن أقرأ الأحاديث الوقت يجري سريعا أريد أن أصل إلى نقطة في نهاية هذه الحلقة كي أبدأ بنقطة جديدة في حلقة يوم غاد يمكنكم أن تعودوا إلى المصادر كي تقرأوا الأحاديث صفحة 529 إنه الحديث الحادي والثلاثون الصدوق يوثق أمر ولادته بدعاء صاحب الزمان كيف حدث ذلك أبوه أبوه علي ابن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه أبوه كان من رجال الغيبة كان من أصحاب إمامنا الحسني العسكري ورسالة إمامنا الحسني العسكري معروفة إلى ابن بابويه إلى والد الصدوق يخاطبه شيخي وفقيه ومعتمدي كان متزوجاً من بنت عمه ومر الزمان ولم يرزق بذريته وكان صابراً على ذلك ولكن طال به الزمان لما انتقلت السفارة إلى الحسين ابن روح وكان على علاقة بالحسين ابن روح فأوصل رسالة إلي أن يطلب من الإمام الحجة أن يرزق بولد فقيه وجاءت الاستجابة من إمام زماننا هؤلاء الذين يشكلون على أن والد الصدوق كان كبير العمر طويل العمر كان شيخاً كبيراً وما هو الإشكال في ذلك والقرآن في سورة هود في قصة إبراهيم النبي في الآية الحادية والسبعين بعد البسملة لما جاء الملائكة الذين يريدون إنزال العذاب على قوم لوط وحلوا ضيوفاً على إبراهيم الخليل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا ليس شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبون من أمر الله ما هي معجزة من معاجز صاحب الأمر لماذا تعجبون من هذا وهناك في الناس من أعمارهم تصل إلى السبعين والثمانين وينجبون هناك في الناس ممن هم في هذه الأعمار وينجبون هذا ما هو بشيء غريب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً وبالمناسبة فإن الخبر الذي وصل إلى ابن بابويه من أنك لا ترزق من ابنة عمك وإنما ستأتيك جارية ديلمية سترزق منها ورزق أولاده من الجارية الديلمية وليس من زوجته التي كانت عجوزاً وماذا نقرأ أيضاً في سورة مريم بعد البسملة كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا في قصة إبراهيم النبي كانت زوجته قد تجاوزت حد الياس لا مجال لأن تنجب وهو كان شيخاً كبيراً هرم وفي قصة زكريا زوجته عاقر وهو كما يصف نفسه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة في قصة والد الصدق والد الصدق كان كبير السن لكنه تزوج من جارية لم تكن عجوزاً فهل يصعب هذا على إمام زماننا ما هي هذه معجزة معجزة ذكرها الصدوق بنفسه في كتابه نحن لا نكذب الصدوق نصدقه وحينما أقول أقول عن نفسي إنني أصدقه وإنما أصدقه عن خبرة عن خبرة حينما تعايش شخصاً من أصدقائك من جيرانك وتعرف طبيعته وتعرف سجاياه وتطلع على شيء من باطنه من خلال المعاشرة والمعايشة فإذا ما نقلوا لك كلاماً عنه ستحكم عليه أصدر هذا الكلام منه أم لم يصدر لأنك تعرفه إذا جاء الكلام غريباً تنكره أو قالوا لك من أنه فعل كذا ستنكر ذلك لأن سجيته لأن نيته لأن خصاله لا يمكن أن تدفعه إلى هذا الفعل السيء هؤلاء أنا عشت معهم أكثر مما عشت مع أسرتي صدقوني إنني أعرفهم جيداً هؤلاء عايشت حديثهم عايشت كتبهم قضيت عمري معهم إنني أعرفهم جيداً أعرفهم كما أعرف نفسي هذا الأمر قد لا أستطيع إثباته بطريقة منهجية لكنني أثق بخبرتي ولا أبالي بالآخرين هل يثقون بخبري أو لا يمكنهم أن يتأكدوا من دقة خبري من خلال هذه البرامج الكثيرة ومن خلال تشخيصي للأمور إنني أصدق هذا الرجل وهو يتحدث عن نفسه وهذا النجاشي الذي يعتمد عند العلماء لا أعتمده أنا لا أبالي به ولكنني لا أعتقد أن الرجل يكذب بخصوص هذه الواقعة هذا رجال النجاشي كما هو معروف بهذا العنوان وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 261 رقم الترجمة 684 علي بن الحسين ابن موسى إنه والد الصدق وينقل الحكاية مثلما ذكرتها لكم ومن أن الصدق ولد بدعاء الحجة ابن الحسن من خلال العلاقة التي كانت بين والد الصدق والحسين بن روح النجاشي توفي سنة 450 للهجرة وهذا الطوسي أيضا المتوفى سنة 460 للهجرة في كتابه الغيبة بحسب الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 207 ذكر الحادثة نفسها هذا أمر معروف في الأوساط الشيئية يريد المكذبون أن يكذبوا هم أحرار هم أحرار الله يكذب من هو الصدق ومن هو أبو الصدق حتى لا يكذب الله يكذب محمد صلى الله عليه وآله يكذب آل محمد يكذبون من هو الصدق من هو أبو صدوق لكن معالم الحقيقة واضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل